ومن الأجندة مشاهدين الكرام إلى الفن التشكيلي حيث نستقبل اليوم ضيف مميز وضيف بالتأكيد عزيز وغالي على قلوبنا جميعا هو مبدع في مجالات عديدة ولكن الفن التشكيلي هو المحرك الأقوى لمسيرته الإبداعية لنتوقف مع هذا الفاصل ونتعرف من خلال هذا الفاصل على ضيفنا ومن ثم لنأودها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اسمكم مشاهدينا يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد يوسف أستاذ مساعد في كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة دكتور وساك الله بالخير وكل عام أنت بخير كل عام أنت بخير عدك مبارك وعساك إن شاء الله من العوات وسادة المشاهدين إن شاء الله يكونوا فائتا من الصحة والحال ويا رب إن شاء الله يكون عيادنا دائما مسمر آمين آمين دكتور يمكن اليوم صحيح أن تركيزنا بيكون على الفن التشكيلي لكن أنت متعدد المواهب نحن يمكن لو تحدثنا عن المسرح فلن ننتهي أو حتى تطرقنا إلى العمل الإعلامي وانت لك باع طويل في هذا المجال لكن اليوم التركيز على الفن التشكيلي دكتور محمد لماذا تحديدا اخترت الفن التشكيلي لماذا كانت البداية مع الفن التشكيلي أولا ثق تماما أنا هذيل كلهم يعني أتنفس منهم سواء المسرح التشكيل الإعلام هكذا وجدت نفسي في هذه الأماكن لكن ثق تماما أنا لا أبحث عن المركز الأول في أشياء كثيرة ولكن أريد أن أحرك الساكن جميل بنفس الوقت لا أريد أن أقوم بشيء لا على نفسي أولا وعلى المتابعين ومشاهدين وإلى آخرة وأنا أنصح لكل الإعلاميين وكل الفنانيين لا يبقى شيء فيه على بلده وعلى فنه وعلى موهبته وعلى فطرته وعلى أشياء كثيرة لذلك تجدني لكن أرجع وأذكرك مرة ثانية أنا لست من الفناني الأوائل الأوائل يعني أني أكون نجم هو وإلى آخرة فقط أحرك الساكن تواضع منك دكتور هذا لا والله يعني هكذا أجد نفسي التبصمة واضحة وليست بخفية الحمد لله رب العالمين الحمد لله يعني تجاربنا كثيرة موجودة وواحد يسعد يعني لا أخفيك أخوي يعني أنا أمشي في منطقة قلب الشارقة أذكر كثير أسعد لما نشوف جمعية المراتفون التشكيلية والمتحة في الشارق والفنون بيت الشامسي لما نروح صور بالنحية الثانية مسفح الشارج والأشياء التي ستمن هكذا كلها كان من وقتنا من الجهد اللي راح يعني ولكن فرعتنا أكبر لما نشوف أنه هذه أصبحت بنية تحتية وطبعا هنا لابد أن نشيد وتكلم أنه ما تم هذا إلا بتشجيع من صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي اللي حقيت أن أعطاني كل شيء ما تتخيله بكل شيء في أشياء معلنة في أشياء غير معلنة يعني في أشياء لا تتصور كم يقول تعالوا اشتغلوا لذلك نحن فخرين وبالتالي أرجع وأذكر أن أنا لست من الفنانين اللي يكون في الخط الأول عني فقط أريد أن أحرك الساكن فقط لا غير للألفين والموهبة وهذه كانت داخلي عند الإنسان دكتور المكان يولد الإبداع يعني أنت ركزت على تجوالك ما بين أزقة وحواري قلب الشارقة انتقالك من مقرات جمعية الفنو التشكيلية إلى معهد المسرحيين إلى بقية الأماكن التاريخية التراثية التي يعج بها هذا المكان أو تعج بها هذه المنطقة منطقة قلب الشارقة شوف الإنسان من يكون في الآخر شيء تعرف يكون في حالة دائما يعني يريد منفذ يطلع فيتم بالفعل أنا أحوط خليش الأماكن أحوط في أماكن وتمشي في أماكن ناس ما تكون موجودة فيها يعني أنا في المريجة تمشيت وايد بين هناك بعد دالة يعني بيت الشامسي تمشيت بين الحواري بين السكيق تمشيت أمور كثيرة اللي واحد يكون واكتب مذكرات أحيانا واكتب بعض اشتغلات الملاحظات وراح أترجمها أحيانا لكن تبقى فكرة تولد فكرة أخرى وفكرة أخرى تولد حركة أخرى وهكذا لذلك أنا أكون مثل يعني سامحني أخي يعني أكون أنا يعني حالة متحركة وما أكون مشغول فكري في كل شيء وعيون يستجل وتراقب وهويل آخر صحيح المبدع دائما حالة غير عن الآخرين عيون غير عن الآخرين حركة رجلة حركة إيدة فكرة غير عن الآخرين ذلك يتجل ويدون ويختزل ويختزن وأمور كثيرة طيب الدكتور محمد يوسف بدأ المسيرة هذه في 1979 ميلادية صحيح دكتور؟ لا قابل وايد أنا كنت من الأشقياء الموجودين في المدرسة أولا واشتغلت في المسرح مدرسي في الكويت مثلا اشتغلت فترة بالكشافة مثلا جميل بسألك دكتور بسألك عن هذه البداية في الحقيقة بديتها من السبعينات أو ما قبل السبعينات نعم وكيف كان تسلسل البدايات باستمع منك للإجابة وعندي محاور ثانية مهمة جدا دكتور بطرح عليك ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا يا هلو يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام هذه عبداللستكمال فقرتنا الأولى مع ضيفنا الكريم اللي نجدد التحية والترحيب فيه الدكتور محمد يوسف الفنان التشكيلي مساكلة بالخير مرة أخرى ونجدد لك التحية والترحيب الله يحفظك دكتور دكتور توقفنا تحديدا عند الجزئية المتعلقة في البدايات كنت تذكر البدايات في دولة الكويت الشقيقة مرحلة الدراسة الدنيا هي شقاتي أكثر شيء وكانت يعني أول ما يدخل المدرس يجب أن يخرجني برا هذه مهمة جدا وكان على ما أذكر الآن منطقة بترولية في الكويت حاليا أنه كان مدرستنا كانت على البحر فأيام ما أرح ألعب برياضة يعني وأصبح في البحر أيام ما أذهب إلى مدرس تربية الفنية يقول لي أصبح على شيء لاهيني تعرفي أحيانا في طلبة كثيرة الحركة فعلى منهم تعطيها أشياء يلتيف فيها فكان يقول لي صبغ الصبورة صبغ اللوحة سواء الفال ضرب مصمرة فهذه الشقاوتي أعتقد أسرة شوية ناهيك عن حياة الكشاف والمن الجات والتقليد لجان السمر كنت أمور كثيرة يعني هذه بل ورد شخصية لكن أبقى الهم الرئيسي كان عندي بالفعل كان المسرح ولكن الأسبب الشديد لما بعد ما خلصت الثانية العامة فات متاع القدرات الأول وسويت عملي أذكر بديتك وتعرفت على كل اللي في مصر بوابين والدكاترا والآخر بسنين العقبة اشتغلت في مسرحية هاروم رشيف القرن العشرين أيضا بعد فقتتني هذه يسمونها بلسمانت اللي هو متاع القدرات ما شفت يعني دخلت في مون جميلة نعم والحمد لله رب العالمي لكن أبقى المسرح هاجز موجود لا شك فأشتغل في نفس البرواز أحد المحطات المهمة دكتور ربما في حياتك جمعية الإمارات الفنو التشكيلية عاصرت هذه الجمعية كانت لك بصمات واضحة بارزة اعتبرتها من أقرب الناس لك شخصيا شوف يعني الحمد لله رب العالمين الله يسر ووفق إن شاء الله يعني واحد يقول الحمد لله رب العالمين أو من أقرب الأماكن نعم بعد عودة الخريجين من برع خاصة نحن نعتبر الجيل الثاني من الخريجين الجيل أولا ينتخرج من الكويت وجينا نحن نتخرج من مصر أو القاهرة وكان بعضهم يجون من سوريا وبعضهم من بغداد ولكن الغالب العظمى كانوا من جمهورة مصر العربية فكان لابد من عمل شيء يعني فيه شيء فيه حركة بس محتاجها تنظيم أخذت مني الوقت الطويل في تجميع الفناني خاصة كل واحد في إمارة بالذات ما بين راس الخيمة ودبي والشارجة وبعضهم في بوظبي فهذا أخذ مني الجهد الكبير في تجميعهم والقناعة لأن أعمل تشكيل دائما هو يعتمد عمر فردي وليس مثل المسرع عن الجماعي تعال تقنع الناس ونعمل تجمع هذا لذلك أخذ وقت مني للأسف الشديد أنا أرجع وأقول هذا جاء على فني وعلى بداعي وعلى وقتي لأنهم اشتغلوا على فنونهم وقوناها خلال المعارض الشخصية والمعارض الجماعية والمعارض اللي داخل الدولة وخارجها وإلى آخر أنا اهتميت بالإدارة فكان يأخذ جل وقتي في المسألة هذه ولكن مع هذا الحمد لله رب العالمين قدرت أنفذ وأروح أدرس وأتعلم وإن كان الفرحة أكبر أن الجمعية ككيان متواجدة بشكل كبير وأنتجت وأفرزت كثير من العناصر المهمة في الصحة ورجعت كثير من الفنانيين أنهم يرجعون يرسمون بشكل حقا تحت لواء الجمعية وهذا الأهم فعملنا حركة متواجدة أرجع وأقول الفضل الله تعالى ومن ثم للشيخ دكتور سلطان محمد الغاسم نعم الله يحفظه دكتور قبل ما استعرض تاريخ الجمعية وأنت أحد المؤسسين لها خلنا نعلق دكتور تحديدا على هذه اللوحة هذه اللوحة ربما أردت من خلالها أن تسترجع بعض من ذكريات الطفولة أنا للمرحلة هذه يعني الآن يأجب أطفالنا الموجودين يعني يكونوا المبسوطين في عالم جميل متجدد متطور كما كانت عندهم في رعاية رسمية من أعلى يعني مكان في الدولة المدارس وغلا طفولتنا كانت كثير فيها كثير من الصعوبة يعني لذلك لما رجعت أشتغل الفند ذكرت هذه المرحلة المهمة جدا بحر صحراء صوب الفريج اللي هو المثلا النباعة هالأماكن البر وحر وجمال عدال سوق العرصة هالأماكن كلها متواجدة لكني كنت أجي كطفل يعني أكثر شي فأشوفها من خلال أيضا تأثير العلام وصادف أني طبعا أنك باعتبارني من الخريجين الأوائل في الدولة أنه نصير أحكم رسوم أطفال على عملي في وزارة تربية التعليم أنا عملت لمدة 23 سنة تقريبا ونيف وكثر يعني وهذا أثر فيني أني كنت أروح أحكم رسوم أطفال وإلى آخر فهتمت في بالي أن هذه الطفولة المكبوتة طيب الطفولة فيها شيء من التلقائية فيها شيء من أقدر أرجع وقول فيها كثير من البراءة طبعا أنا مش بريء شقي شقي هذه أثرت على شخصيتي فقلت إيش ما أرجع أنا أشتغل الطفل بالأشياء هذه الخيال المبالغة التكبير التصغير الشفافية إلى آخر المسألة هذه تميل البساطة دكتور أميل البساطة في كل شيء في كل حياتي قد يكون سببنا أسباب أنا لم أخذ حظي إداريا أقدر أرجع أقول رغم أني أنا فخوري أنا أول واحد أدرس في الفنون الجميل الجامعة الشارجة فضل من الله سبحانه وتعالى أني أكون موجود أميل البساطة في كل شيء حتى لما كنت في الشباب الرياضة حياتي كلها بسيطة يعني أشوفها هكذا أنا ما راح أسوي شيء بعيد عني صحيح قد يكون هذا أثر فترة معينة ولكن أنا سعيد أنه بهذه البساطة قدرت أوصل إلى قلوب الناس وهذا الأهم الحمد لله الحمد لله دكتور يعني أحب يعني إذا صغت السؤال بطريقة أحب أعمالك الفنية فلن أكون محق في طرح مثل هكذا تساؤل لأن جميع أعمالك قريبة لك دكتور ولكن يعني دعني أطرح السؤال بصيغة أخرى الأعمال الفنية المسرحة والتشكيل في التشكيل دكتور في التشكيل شوف الفن تشكيلي إذا لم تبحث في داخل نفسك أولا ولن تبحث فيه في البيئة اللي حواليك فإن أنت فنان مقطوع عن العالم لازم تبحث في تراثك زملائي الأفاضل اللي يعني رافقونا في الفترة مثل البداية أسسوا لازم تكون نفسك بصمة أنا كثير فخور إن اشتغلت على مادة بسيطة وسهلة تشوفها تطيح من الخلاء ما يريد ما الخوص ومن الحصير من الدعان من الأشياء مواد تشوفها سهلة لكن لا تعلم كم هذه محمد إنها كم هذه فيها من الغنى من الغنى الفني من الرؤية البصرية الموجودة فيها خد توعد تكوينها لذلك كان مع ميولي للتواصل عن طريق الجذور هذه الأشياء كثير مهمة جدا ليش لأنك تحول المادة من مادة مهمة إلى مادة ولكن بعمق بعمق أقدر أقول يعني فني أكاديمي شعبي بعمق بعيد عن التكلف يعني وهذه المهمة جدا ويجب أن تتميز الفنان تشكيلي والمسرحي وأي مبدع إذا لم يتميز فهو ضايع فهو مقلد فلازم يكون هو متميز لخطوة الحمد لله وبالتالي هاي حتى أحاول أغرسها في طلابي طبعا لا أعطيهم مسلوب أنا أقولهم تعدوا عن شغلي ولكن يبحثوا عن شخصيتكم صحي فنان بعد ما يتخرج ما عنده بصمة أو لا يسعى لها بصمة أعتقد هو يعني يقلد لآخرين وهو ضايع لازم يجد الخطة أو الجادة اللي ممكن تنسمله تاريخها أو بصمتها بالفن سواء بالمسرح بالتشكيل ولكن الفنان التشكيلي هو أصعب من المسرح قد يكون صحي لأنه تأخذ من أشياء مهملة إلى أشياء جادة تعملها بشكل رئي والحمد لله بهالبساطة وهالتلقائية وصلت عمالي فينيسا صحي نعم الحمد لله رب العالمي نعم صحي دكتور عندما أردت أن أسألك عن أعمالك الفنية وقبل أن أكمل سؤالي حددت أنت حددت لي قلت لي الفنون التشكيلية أم المسرحية دكتور هل هناك ارتباط وجداني روحاني ما بين الاثنين تعرف هم برواز واحد البرواز في التشكيل قد تكون الأشياء جامدة في البرواز هذا زين لكن متحركة بصريا داخل فكرك وعينك وقلبك وحاسيزك وشعورك المسرح نفس البرواز ولكن الأشخاص تتحرك تتغير تقمص تسوي هناك الموسيقى مربوطة أو لقاع الفني مربوط في فكرك موجود خاصة صوت البحر الموج الشراع الريح خف الجمل صوت السمج القرقور وإلى المسائل هاي هاي كل أشياء موجودة داخلك إنما في المسرح لا هي متحركة جدا بشكل واقعي نفس البرواز هو هو ولكن عليك كيف تخرج من هذا البرواز وكيف تدخل في هذا البرواز دكتور عندما تنشغل وتكون يعني منهمك في عمل مسرحي معين نعم هل وأثناء انشغالك بهذا العمل المسرحي تستقطع جزء من وقتك لتذهب إلى الفن التشكيلي لترسم لوحة لا لا شوف الفن التشكيلي ساعة أقوم في الليل ساعات عقصات الفجر أنا أمر على الحديقة على زهور مالتي أيام الشتاء وعلى النخل وأخذ من أشياء ترقص تتمائل وأوالآخرة والصفرة وأحس في حالة من الحزن وأوالآخرة لكن ساعة أشتغل أقوم في الليل أشتغل وساعة أمل من العمل أحاول أن أقفل النور وأروح مرة ثانية أي مكان آخر أو أشرف أو أشرف وأرجع مرة ثانية أكتشف أشياء أخرى لأنها معايشة المسرح نفس الوقت المسرح عمل جماعي لازم أكون مع جماعة ولكن أيضا إذا كان لدور طبعا الكلام الزمان أنا لم أمثل حين وقفت ألا بعض الأشياء البسيطة وهذا راجع لأشياء أسواب فيها شخصية وفيها أسباب قد تكون مؤثرة من الخارج لأنني ما أعتقد حاليا أنا أصلح للتمثيل لأسباب لأنها قد تكون مسات العمر قد تكون رؤية الأعمال بعضها بالفعل لا تناسبني على وقت على أنه بعض الظروف النفسية أنا ممتحد عنها لكن تشكيل مهم جدا عندي لأن في أي لحظة فيها وقت أعيش المعايشة مهمة جدا لكن لازم تصادق أدواتك ألوانك الأزامي المالك تكون صديق معها وبالتالي أنا بعد فترة ساعة ما أشتغل مثلا حاليا في الصيف لا أشتغل لكن لا أشتغل لا أبدأ أمسك الفرش مثلا أمسك العداد أمسك حاولها صادقة رجع العلاقة الودية والنفسية بيني وبينها دواتي أمسح اللوحة شيم القبيل حتى تكونك في ألفة يعني صحيح دكتور واضح حرصك على أبراز الطابع الإماراتي في أعمالك الفنية نعم سواء من ناحية المواد أو حتى المواضيع نعم يعني ما سبب مثل هذا الحرص هي لازم تبحث عن بصمة نحن من شعوب الأرض لازم لنا بصمة ولنا تاريخ نحن أي أرض في العالم يجب تقول أنا موجود وبالتالي أبحث عن أشياء الآن الناس ما يفقون فيها أنا متوقع بعد فترة كبيرة يعني بعد سنوات كثيرة طبعا لماذا نقعد ندرس حاليا مثلا أعمال كثير من الفنانين المبدعين اللي سبقونا مثلا لأن خلال البحث وجدوا أشياء كثيرة فيها في ألاف الفنانين يطلعون على العالم والأكاديمية لكن في بعضهم متميزين المتميزين هذين يعيدون دراسة أعمالهم أما الباقين مقلدين أنا أتوقع بعد سنوات يا رب إن شاء الله بعد سنوات كثيرة الباحثين ممكن يرجعون لأعمال يشوفونها لأن بالفعل في حقبة معينة من سنة مثلا 1977 و 78 حد مثلا الفين وماذا كام الله يعطينا الصحة والعمر بعد الفترة نتدرس ما مقومات للفترة هذه قبل البترول بعد البترول أثناء البترول يعني تغير الفكري هذا يبين على العمال تراها نحن قابل نأخذ الخوص ويريد نسوي آلة استهلاكية صحيح مهث حصير سرود دعان إلى آخر لا عقبنا نحن لا الفنانين عملنا هذا المادة المصنوعة من الخوص لا إلى شكل بصري إلى شكل أكثر جمالي استفدنا من ما هو موجود وبالتالي لكن ركزنا على الرذم على إيقاع على تردد على لون على مساحة إلى آخر صحيح لذلك بعد فترة الناس سترجع للشغلي الآن نعرف يعرفوني من حركة الرجل أني أعمال محمد يوسف أو النعاشات أو شيء لا علاقة مع الريح مع السوق بصمتك واضحة أيوة واضحة لكن بعد فترة لا أتوقع بعد فترة سيعرفون العمال وإحنا أي شيء مكان يشوفون حتى أصدقاء زملائي وإحنا أي مكان يشوفون شيء مثل عمال محمد يوسف هذا شيء كثير يسعى جميل نحن كذلك كنا سعيدين معك دكتور ودائما الوقت يمر معك سريعا عندنا محاور كثيرة لو أردنا أن نخصص له الحلقة كلها في الحقيقة فلن نستطيع أن نفي هذه المحاور حقها لكن بالفعل أنا سعيد وشكرك جزيلا شكر دكتور أنك لبيت الدعوة وأنك حضرت وقدمت لأستاذ المشاهدين والمحبين والمتذوقين للفن التشكيلي على وجه الخصوص نصائح وجزء من مسيرة حافلة في الحقيقة بالإنجازات المهم يعني أنا يهمني أننا لا نقل على الناس أنا وغيري لازم نكون نحن معطاين للناس التي عطتنا من وقتها تشوف عمالنا لازم نكون قد وبتالية الطوير والتجيب شكرا جزيلا